اشتركوا في القناة وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف تصعيد العسكري وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع بما يحتم تضافر الجهود الدولية دون إبطاء للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف الاجتماع شهد توافقا على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو تسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين